أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم إلى جولة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز القصص المتفاعلة والفيديوهات عبر فيسبوك انستجرام تويتر ومختلف المنصات لداية مما أثاره طبعا انحصار مياه البحر خلال الأيام الفارطة في عدد من دول البحر المتوسط حيث أثار جدلا على منصات التواصل فمثلا فيديوهات تم التقاطها من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بمنطقة تيبازا وجيجل وأيضا سكيكدا على الساحل الأهالي قالوا أن تراجع الشواط أو المياه البحر في الشواطئ تروح ما بين 10 إلى 15 مثلا وأن هذه الظاهرة تحدث لأول مرة دون تحديد أسباب تراجعها مثل ما يظهر في الفيديو نتابع سويا نحن رأينا في ساسل هنا فكتشوفوا باللي بحره جابد 51 متر أولا هذا الحيط الموالف هنا المي وصلت لعنده نكلم السافة أشعر أما في منطقة عدلون بلبنان وسيناء مصر أيضا أثار نفس الأمر حالة من الهلع لدى رواد التواصل اتنقل رواد التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وثق ثراجع مياه البحر في منطقة عدلون مع ضرور تصدعات في السخور أحد الشواطئ نتابع سويا الله يستر هذا الأمر ثرى ضج على منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول بحر الأبيض المتوسط رواد التواصل الغرد على الأمر وقالوا بداية مع أحد التغريدات لفريال بوزارة قالت هناك أسباب كثيرة تغيرات التقس الجفافة تلوط انخفاض مستوى سطح الأرض والله أعلم أما ناصر حشاني فقال ظاهرة طبيعية متعلقة بالمد والجزر واتجاه التيارات البحرية الغربية والشرقية وهذه الظاهرة ناضجة أن تمرين باتجاه أوروبا أما حساب آخر فقال هي ظاهرة طبيعية تعرف بفقدان البحر للمواد التي تؤثر على جميع أنواح السواحل سواء كانت رملية أو موحلة أو سخرية مشاهدينا عقب ما أثارته هذه الفيديوهات من جدل في منصات خاصة وأنه يأتي هذا الأمر بعد الزلزال المضمل بتركيا وسوريا بحسب الرواد التواصل المجلس الوطني للبحث العلبية في لبنان أصدر بيانا توضحيا حول هذه الظاهرة ظاهرة حصار مياه البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني وقال المجلس في بيان له يتداول العديد من وسائل الإعلام وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي روايات ومشاهدات عن تراجع مياه البحر وانخفاض مستواه بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني كذلك كانت وسائل إعلام عالمية تحدثت سابقا عن انحصار مياه البحر في العديد من الدول دول حوض البحر الأبيض المتوسط وإزاء ذلك يفيد المركز الوطني لعلوم البحار في لبنان التابع للمجلس الوطني للبحث العلمية بأن تراجع مياه البحر مرتبط علميا بحركة المد والجزر والتي قد تكون أقوى في بعض السنوات علما أن التقس الصافي وعدم وجود عواصف أو أمواج يجعل ملاحظة وجود الجزر أكثر وضوحا إلى قصة أخرى متفاعلة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وإلى تركيا نذهب بكم مشاهدين حيث عرض الشيف التركي الشهير بوراك أزدمير قميصين مواقعين من نجمي كرة القدم ترجمة نانسي قنقر